هاي كيف كون؟ أتمنى تكون بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية برج الجدي رح حاول أحكي فيه عن المواضيع العاطفية من مشاعر الحبيب إلى نواياه إلى مستقبل العلاقة بينكم ورح تحدث كذلك عن الناس العذاب بالأخير رح حاول تشوف إذا في شخص جديد بحية تكون أولى هيد القراءة تنطاق على البرج الشمسي القمري طالع برج الجدي وكذلك في إمكانية أن تكون قراءة عكسية بداية أصحاب هذه القراءة أصحاب برج الجدي عم شوفكن كأنكم مفتقدين الاستقرار مفتقدين علاقة كانت طويلة الأماد وكان فيها استقرار ممكن كان فيها حتى وعود بالزواج عم شوفكن هيك محتفظين بكرامتكن محتفظين بالمشاعركن الخاصة ما عم تبوحوا فيها لحدة عم شوفكن كذلك كأنه أنتو عاملين بورتكشن لمشاعركن حماية لمشاعركن عاملين يعني خط دفاع لكل شيء يمسكن يعني كأنه أنا عم شوف على أنه كأنه كنت تريد علاقة استقرار مع شخص ما هذا الإنسان ما كان قد كلمته أو لم يكن كما تصورته وعم شوفك يعني حامل كرامتك ومتجه يعني مستخبه إذا بدك تقول بس تريد الصلحة تريد ارجاع الأمور إلى ما كانت إليه تريد كدلك كتابة رسالة لإله تحكي معه تفضف ذلي بقلبك أما الشريك حاليا عم شوفو بطاقة يعني كأنه هذا الإنسان ممكن يخونك أو ممكن هو بعلاقة أخرى مع شخص آخر إذا عنده منفصلين وبتاعتين عن بعض ممكن هذا الإنسان عم يحكي مع شخص آخر إذا لم يكن يحكي مع شخص آخر فهذا الإنسان عنده كذا شيء يعني يسعى إليه بس هو يفتقد العلاقة اللي انتهيت ممكن هو يسعى لخلقي علاقات جديدة بس لا ينساك بس لا يمحيك من حياته ممكن أنت أنت بتفكر على أنه هو بيخونك لأنه مبتعد ما عم يحكي معك ممكن أنت عم تفكر أنه هو بيخونك وأنه مع شخص آخر بس أنا عم شوف العلاقة يلزموا هالتوازن يعني عم شوف في حب أول شيء بيطلع لي وهذه القراءة في حب في ترولوف يعني هذا الحب صادق جداً وبيقلك أنه هو الإنسان اللي راح تشار معه بالرومانسية وبالحب وكل شيء جميل بس أنا عم شوف على أنه في عدم توازن في عدم أخذ وعطى يا أنت يا برج الجاد ما بتعطيه مشاعر كتير كافية ولجأ إلى علاقات أخرى أو سي يلجأ إلى علاقات أخرى عما مشاعر هو اتجاهك هذا الإنسان يريد قربك بكل صراحة ممكن يكون من برج السرطان وكذلك ممكن يكون من برج الدلو ممكن شخص متعلم شخص إذا ما كان متعلم وعنده دراسات عالية فهذا الإنسان عنده وعي يروح كتير عالي بس في خصامات بيناتكن دائما في مشاهدات كلامية بينك وبين هذا الشخص ما عم تتفقوا لهيك عم يتلالي لأنه في مشاكل بالكومينيكيشن في مشاكل بالأخذ والعطى يعني ما في توازن بالعلاقة ممكن الحبيب أو أنت شخص يعني عندكن كلام جارح كلامكم قاسي كل واحد بيجرح الآخر بالكلام الجارح بس علاقة تكون متينة فيها فيها اتراكشن كتير عالية وكمان فيها تعلق شديد ما بتقدر تنسو بعض بالرغم من أنه فيها فاويت وفي مشاكل بالعلاقة بس مش قادرين أبدا تنسو بعض عم شوف كذلك مشاعر الحبيب تجاهك عم شوف أنه هذا الإنسان بيفكر فيك بيفكر فيك هو بيشوفك على أنه أنت ناجح ماديا وناجح عمليا وإنسان عندك صفات جيدة بس يعني فيه أشيء ما عم تتفقه فيه هذا الإنسان بيفكر فيك وبيحس أنه هذه العلاقة خسرة للنهاية انتهيت خلاص بس بيضل يفكر فيك عم يتذكر أيام حلو بينتكن يعني شيء حصل بهذه العلاقة يعني ما خلاها تنجح جيدا ما خلاها تنتهي بصفة جميلة كأنه شيء حصل بهذه العلاقة ما صرتوا تتفقوا جيدا وصارت فيه بيناتكن مشادات كتير عالية أوكي وفي كذلك شك وغيرة عم عم شوف على أنه البعض منكن بيشوفوا على أنه علاقة فيها يعني فيها شك وغيرة وفيها كذلك كل واحد لا يثق بالآخر بيشوفوا على أنه إنسان منه صادق ومنه جيد أوكي أما الإشياء اللي ما بتحبه أنت فيه يا برجة دي عم شوفك على أنه ما بتحب تعلقه الشديد بزاواج هذا الإنسان ممكن يريد الزواج منك ودائما يطلب هذا الكلام ويكرره أو ممكن عنده مشكل مشاكلكم السابق دائما بتظهر لما بتصالحوا مع بعض دائما مشاكلكم السابق بتظهر من جديد ممكن للبعض بيظهر مشاكل الأطفال إذا كنتوا متزاوجين ومطلقين متعزين عن بعض يظهر مشاكل الأطفال ممكن يظهر مشاكل عديدة يطلع للسطح أوكي بس في مشاكل كلمية إذا بدنا نقول مشاكل كأنه أنتوا مثلا بالسابق كنتوا بتقولوا كلام جارح لبعض وبترجعوا وهذا الإنسان بيردلك السعصاعين وتفترقوا وترجع لبعض وتردله كمان السعصاعين صارت العلاقة تاكسيك يعني صارت سامة جدا كل واحد بده الآخر بس بيجرح الآخر أوكي صارت العلاقة سامة جدا أما الأشياء اللي بتحبها أنت فيه بتحب فيها لأنه بحبك يعني هذا الإنسان يحمل مشاعر كتير صادق اتجاهك وعنده حب كتير كبيرة إلك يعني حلاقتكم جميلة جدا بس فيها فيها نوع من الكبر وفيها نوعها من الدائما لازم أنت تظهر القوي أو هو يظهر القوي بهذه العلاقة عم شوف كذلك على أنه ما بحب فيك ما بحب فيك على أنه أنت شوي هيك بدك تكون مراحة تكون بعلاقات أخرى مع أصدقاء ما بحبهم تكون معهم ما بحب هذه الأشياء معك وأوقات بحثك يعني ما بتعمل الأشياء اللي بدوا إياها أوك بشوفك على أنه أنت بتعمل اللي براسك بتعمل اللي بدك ما بحسك على أنه تستشيره في خطوات بالعلاقة أو بأي شيء أوك بحسك أنه أنت بتاخذ القرارات بس لإلك أما بالأشياء الإيجيبية اللي عم يشوفها هو فيك عم يشوفك على أنه أنت أجمل مثال أنه تكون زوجه أنه تكون مصيبه بحس معك بالأمان وبحس معك بالراحة النفسية وكذلك حتى بالحب والطمأنينة بس ممكن في تشويش من طرفك أو من طرفه ما في وضوح بالعلاقة كل واحد عم يخفي الأشياء اللي جواده ما في وضوح مش كل واحد بيحكي اللي بقلبه وبصراحة أما بالنسبة لإلك عم شوفك تنوي الاستقرار مع هذا الإنسان تنوي الصلحة تنوي الرجعة تنوي أنه تصلح الأمور تنعدل الأمور يصير فيها عدلة يصير فيها نجاح أما هو عم شوفه عم شوفه كذلك يعني يريد الاستقرار كذلك تشخص يريد الاستقرار و يريد إرجاع الأمور إلى نصابها بده ينهي هذه العلاقة التي كانت يعني كل الأشياء اللي كانت تسبب لك الفشل أو تسبب لهذه العلاقة الفشل بده أنه ينهي كل المسببات تبعي الفشل و تكون العلاقة جيدة أوكي مستقبل العلاقة صراحة عم شوفه لسه في خصامات لسه ما تفاهمته لسه في مشاكل بيناتكن ليش بقى؟ لأنه عم شوفي طلع لل يعني لسه في صراعات لسه في عند لسه في أفكار سلبية يعني بشاهر مارس ما عم شوفي راجعة ولا عم شوفي إصلاح ولا عم شوفي شيء يعني كلاكيع كلاكيع ثم كلاكيع يعني مشاكل بس لأنه أنت عنيد وهو عنيد وكل واحد عنده أفكار خاصة وعنده أشياء خاصة وما بده أنه يطور العلاقة أو يستشير الآخر كل واحد بيقول للآخر أنا اللي كلمتي رح تمشي عم شوف الطاقات اللي بتطلع بهذه القراءة عم شوف برج العقرب عم شوف برج الحوت كذلك عم شوف برج القوس برج السارتان برج الجدي كذلك عم يطلعوا الطاقات المائية بنسبة كبيرة وكذلك عم شوف حتى الأبراج الترابية حتى برج الميزان عم يطلع بهذه القراءة بتمنى أنه يعني حتى برج العدراء كذلك متمنى انه تلاقوا حلول بينكم بين بعض وتصلحوا الامور كمان بيقلك انه في كل واحد بيقول انا المثالة بيقول انا الذي ما فيني مشكل وانا الذي على حق والاخر على غلط وهذا مشكل هذا هو ممكن سبب المشكل بينكم بين بعض بس في حب صادق بينكم بتحبوا لهذا الشخص بصدق وكذلك هو بيحبك لها يعني بصدق بس حاولوا تلاقوا توازن بينك وبينه لازم تلاقوا حلول لهذه العلاقة لازم تلاقوا حل اما بالنسبة للعزاب عم شوف يتذكر للماضي كذلك وممكن شخص من برج الحمال ممكن عم تتذكروا بدك رسالة منه وبدك يعني هذا الانساني صالحك ممكن انت مكسور القلب بتفكر فيه كذلك وعم شوفت انه بدك ترجع هذه العلاقة ممكن اذا ما كانت العلاقة من الماضي فانا عم شوفك انت تحتم ببرج انت تحتم بشخص او معجب بشخص من برج الحمل او طاقته طاقة نارية شخص عنده منصب عالي ممكن يشتغل بمنصب رئاسي اداري عسكري كذلك بيظهر او بدك يعني انه 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 هذا الانسان يحكي معك انه يعبر لك عن حبه او ممكن عم شوف فيه شكه غيرة او من طرفك لهذا الانسان وبدك انه يخطي خطوة الى الامام. او صراحة ممكن هذا الانسان يتقدم او يعني يعمل خطوة الى الامام بشوفه كذلك عنده مشاعر كتير كتير كبير اتجاهك. في مشاعر حب كتير قوية وبدك قربك هذا الشخص. اذا كان معجب كذلك ممكن يكون حتى شخص من الماضي. بالرغم انه يعني العزاء بيقولوا انك سكرت الباب وراء اي شخص من الماضي فانا عم شوفهم بيظلوا فكروا بهذا الشخص من الماضي حتى لو انكروا حتى لو قالوا انه ما بيهتموا ابدا اوكي. هادا كل شي بيطلع لك يا برج الجدي. بتمنى عليك كل الخير والمسررات. وما تنسوا تعملوا للايك وسبسكوائب لقناتي وشكرا الله.